موسيقى يمكن كتار مننا واثناء التصفح اليومية على السوشال ميديا منشوف منشورات حول موضوع بيكون حديث الشارع بأكثر من صفحة وبيكون منقول حرفياً وكل صفحة أو شخص بينسب هالمعلومات والمنشور له بشكل شخصي أمام هذا التطور السريع وانتشار ثقافة معرفة الأخبار والمعلومات من السوشال ميديا دون الرجوع لمصدر المعلومة للتأكد من صحتها صار السؤال المهم كيف بيتعامل القانون السوري مع حفظ الملكية الفكرية للنشر وكيف تحفظ حقوق النشر للمواد الصحفية والإعلامية اللي بتنشر عبر الشبكة العنكبوتية لأنه من الصعب أنه يحافظ كل شخص على مواده من الصرقة لأننا بكل بساطة أمام عالم مفتوح واسع شامل من المواد والمعلومات والأخبار اللي بيصعب السيطرة علي بالشكل تام لذلك كان لابد من معرفة قوانين وتشريعات واستخدام السليب معينة بتحفظ حقوق الملكية الفكرية لا نعرف أكثر عن هذا الموضوع خلونا نرجع لستيديو صباح نغير مع المحامي نبال زيتون من بعد ما طابعنا المادة مع زميلتنا ماتيلدا أكيد رح نروح للمحامي نبال زيتون وحتى نتوسع أكثر بالموضوع وكيف بينظر القانون السوري وكيف يتعامل معه صباح الخير أستاذ صباح الخير للكون صباح الخير للمشاهدين نستاذ صباحك بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم الحماية الفكرية قانونيا بسوريا نعم الحياة المشرع السوري كان من أول المشرعين اللي سارع إلى تشريع قوانين للحماية الفكرية من عام 1924 والانتماء إلى المعاهدات الدولية أنا بس بدي وضح فكرة سريعة أنه فكرة الحماية الفكرية هي نشأت مع القوانين للحماية الحقوق الشخصية تنتمي الحماية الفكرية إلى حماية الحقوق الشخصية التي تتعلق بحقوق مالية الشخص كانت المالية هي تعتبر الأشياء والمواد المنقولة والغير منقولة وتوسعت الفكرة بوجود التطور الحضاري والثقافي إلى الوصول إلى حالة الابتكار وتشجيعا إلى الابتكار والاختراع والإنشاء نشأت فكرة الحماية الفكرية عالميا وانتقلت عبر معاهدات كانت معاهدة باريس في 1924 وكانت سوريا تدخل في هذه المعاهدة سوريا ولبنان في معاهدة بيرن بعدها كانت في تتويج للمعاهدات بوجود منظمة الوايبو توقعت سنة 1967 بستوكهول تنتمي إلى أكثر من 183 دولة وسوريا واحدة منهم هذه المعاهدات والتنظيم الدولي هو إجاء لإنشاء الحماية الفكرية الحماية الفكرية التي تنشق إلى الحماية الصناعية وهي حماية العلامات التجارية والإبداعات الصناعية والاختراعات الصناعية وشقة الثانية هو الحماية الأدبية اللي هي حماية المؤلف والكتب والمنشورات والفنون بجميع أنواعها الموسيقى النشر هاي اللي بتنظمها كمعاهدات دولية طبعاً مثل ما أنها مقرة وكالة تابعة للأمم المتحدة الوايبو اللي هي وكالة تسعى إلى تنظيمة عالمياً وتسعى إلى حمايتها وحماية الإبداع والتشجيع على الإبداع وتطويرها دائماً وأبداً وسوريا نضم طلابه 2013 بعد صدور آخر قانون للسوريا نحن حكينا بشكل عام عالمياً أما سورياً فسريعاً كمان تسلسل القوانين لانتقل للسؤال كان في 1924 صدر قرار بشؤون حماية الفكرية عام 1949 صدر قانون بقانون العقوبات مواد خاصة لحماية الفكرية ما رح توسع فيهم لنوصل القانون النهائي اللي هو هلأ معمول فيه بنهاية انفصلت الحماية الفكرية بعام 2001 قانون رقم 12 وبال2013 القانون رقم 62 الذي ألغى كافة القوانين والذي نظم الحماية الفكرية نعم أستاذ نبال خلينا نحكي يمكن كتير على الواقع هاي اللي عم نعيشوا بسوريا بالقواني الأخيرة طبعاً السوشيال ميديا هو صار كل حياتنا صار في كتير عالم بتنشر على السوشيال ميديا فجأة عالم بيعملوا لها كوبي للبوست ما بيعملوا له شير صور يمكن بتتاخد تنحط على صفحات تانية ما عد في حماية للملكية اليوم نحنا كمواطنيين سوريين كيف فينا نحمي بروفايلاتنا كيف فينا نحمي أفكارنا يلي عم نشرها على السوشيال ميديا هلا الحقيقة نحنا بالقانون رقم 62 لعام 2013 حاول المشرع أنه يقدر يحصر الموضوع قدر الإمكان فوضع المديرية المسؤولية عن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وهي تعتبع إلى وزارة الثقافة هاي المديرية هي المسؤولة مبدئياً على حماية هذه المنشورات نحنا بالمادة 8 أعتقد بعرف المشرع أنه نحنا مجرد ابتكار أي فكرة أو أي إبداع مهما كانت بسيطة وبأي طريقة ظهرت أنا عم حاول بسط المسؤولة هاي الحقوق مجاورة نحنا عم نقول حقوق فكرية ومجاورة أنا عم نقول الفكرية الفكرية ضمن إطار الفكرية مفهومة أي فكرة تنشؤ أو تكون حديثة المنشأ وحديثة الإبتكار والإبداع هاي الفكرة تحمى تلقائياً تعتبر هي حق من ملكية صاحبه نعم كيف ذلك؟ ها ما نحنا هون بجي المشورة المهم تفضلي لهذا الشكل عم نسألك عنه يعني أنا مثل ما قالت لي مثلاً كاتب وكتبت قصيدة وكتبتها على الفيسبوك تماماً كوبي بيست عدى حطيتها وقلت إنه هاي دي إلي أنا كيف فيني أقول إنه هاي بترجع المنكليتة لإلي وكيف فيني إحميه وكيف فيني إسترجعه؟ تمام نحنا هون أمام حالتين من الحالة الأولى أنه نحن نروح المبتكر أو المخترع يذهب أو المؤلف خلينا على المؤلف ننسى هون يذهب المؤلف إلى مديرية حماية المؤلف والحقوق المجاورة يتقدم بطلب يضع إداعات بما يوحي بأنه هذه المؤلفة هي تعود له والمديرية بدورها بتعطي إشعار أو إيصال بعد تسديد رسومه معينة وبعد تقديم أوراق إدارية معينة بما يوحي بأنه هذا المنشور أو المؤلف له بعد حصوله على هذا الإشعار يستطيع القضاء وتحريك دعوة الحق العام على طريق النيابة العامة أو إلى محكمة البداية المدنية المختصة في حال تعرضه للسرقة في حال تعرضه للأستاذ نبال خلينا نحكي إذا حدا تعرض لنوع من الاستفزاز لنوع من التشهير لنوع من الأزية من خلال السوشال ميديا مثلا أنا شو لازم أعمل أول خطوة يمكن حدا شهر فيني على الفيسبوك حدا تعاطى معي بطريقة غلط في حدا يمكن عمل شي غير لائق بكياني أنا أنا شو أول خطوة بروح بعملها القانون رقم سبعة الجرائم المعلوماتية حدد أنت أعطيت السؤال عن الجرائم المعلوماتية حدد الاتجاه إلى النيابة العامة فورا بتقديم معروض بحيث صار أحدثت محكمة مختصة بالجرائم الإلكترونية هي مسؤولة لهذا الموضوع وعقوباتها دائما مشددة وأحدث في إدارة الأمن الجنائي قسم خاص بالجرائم المعلوماتية لمتابعة هذا الموضوع وهذا الموضوع أنه يكون التقديم المعروض هو أهم من الإبلاغ عن الموقع الذي يصير إبلاغ عن الموقع يقوم بيغلق الموقع لا يمكن متابعته هل يكفي أنه مثلا أنا أعمل شورت سكرين أو أنه لا كيف أنا أثبت أنه هو أعزيني هذا الحدى؟ قانوناً نحن لما نستعمل وسائل الإثبات بتصوير الجريمة الأسية التشهير اللي واقع وتقديمه معروض للنيابة العامة والقضاء في إلوجها مختصة في الإختصاصين بجرائم المعلوماتية بالقسم القضائي ويحال إلى إدارة الأمن الجنائي للتحقيق بالموضوع والتأكد من الجريمة الواقعة بس نحن كنت أنا عبقول على النشر كمان وضع قانون 2013 وضع عقوبات مشددة أيضاً تكون الحبس فيها من ثلاثة شهر إلى سنتين في حال التثبت من وقوع جريمة سرقة المؤلف بس أنا بدي أسألك أستاذ نيبال هي إثبات الواقع لما أقول لأنه نحن عم نشوف حالات فعلاً سرقة لأفكار يعني فينا نقول الاختراع فيه براءة اختراع أنا بوصق هذا الاختراع فبحميه بس نحن لما نقول صرقة أفكار أو صرقة مؤلفات مكتوبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأنه هلأ التوجه فقط لعبر وسائل التواصل الاجتماعي للانتشار السريع حتى المسلسلات حتى كثير من التفاصيل بس فيني أنا عم نقول مثلاً نشرت شيء أنا ككاتب وتم صرقته وتهكر حسابي ما في عندي إثبات يعني نحن عم نقول أنه أنا فيني يكون مع صاحب الحق قديش فيني يكون ضمن هيدا القانون مع صاحب الحق غير أني أنا مثلاً صور المنشور أو صور المكتوب بكل بساطة ممكن هيدا الشخص بيكون أسكى من هيك هكر لي حسابي في كتير من الأدلة بتثبت أنه هيدا الشي بيرجع لي وراحل هون عم تقول فيه حق أنا بدي يعني فيه دلائل أنا بدي أثبتها وإذا ما قدرت أثبتها تماماً ما أنا نحنا إلا بأول الحديث نحنا عش عرفنا لمادة معنى إننا بالقانون بيقول إنه هاي المادة تعطي لأي فكرة مبتكرة أو مؤلف مبتكر حقوق ملكية لو تصبح من حق مؤلفية اللي هو المؤلف هو الشخص الذي ابتكر ونسب إلى نفسه هذا المنشور أو هذا الكتاب أو هذا سواء بكتابة اسمه عليه أو بالطرق المشروعة قانونة إلا في حالتين في حالة إنه هو يكون راح قدم لمديرية حماية المؤلف اللي يكون هو يعمل وراق نظام مؤلف والحقوق على راحة المؤلف أو بيكون هو راح قدم للمديرية أو في الحل الثاني إنه هو يستطيع التقدم إلى القضاء في حاله ما كان حما مؤلفه بالمديرية أنه يتقدم إلى القضاء بإدعاء بأنه يثبت بأي طريقة توحي بأنه هو من كان صاحب هذا المؤلف قبل استعماله ويمكنه إثبات ذلك القضاء له الصلاحية الكاملة على توقيف المؤلف على مصادرة الكتب إذا كانت موجودة على الحجز الاختياطي على أي منشور عليها نعم أستاذ نبالا ضمن عملنا نحن كإعلاميين كثير يمكن منستعين بمواقع تانية ممكن لزيادة المعلومات إن كانت طبية إن كانت ثقافية بعيدا عن المواقع الرسمية اليوم الإعلامي أو الصحفي كيف يعامل إذا استعاننا ببعض المعلومات بناءا عن دراسات أيضا هي مثبتة إنه هي بناءا عن دراسة أنت أخذت من هذا الموقع وأيضا حطيتها بموقع عملك هل هذا الشيء كمان وجرم بحق الإعلاميين هي نصف فكرة الحقوق المجاورة التي تتكلم عن حقوق الإداء التمثيلي وعن المحطات الإعلامية وعن المنشورات هون نحن بنرجع بنقول أنه أنت في قسم حقوق ملكية الناشر له حق الناشر له حق ملكية بالتنازل المؤلف التنازل عن المؤلف يجب أن يكون إما بسند خطي أو سند إلكتروني مقبول قانوناً وإلا يكون التنازل باطلاً يعني هذا الحق هو حق ملكية مثل حق أي شيء تاني طب ما هو موقع ويبسايت إلكترونية ما هو العشر المعلومي أنت شو الجرم اللي عملته هون؟ بعرض الناشر بعرض المؤلف إلى مؤلفه بغرض أنه يستعمله العموم يصبح متاح قانوناً لاستعمال العموم على أن لا ينسب إلى شخص يعني لازم دائماً أنه يرجع يطبع المؤلف إلى صاحبه إلى صاحب التأليف هون ما بيكون في أي جرى قانوني عليها مثل نحن هم على موضوع حتى الترجمة لما الترجمة كمان هي في إلى حقوق إلى حقوق ملكية لكن على أن لا ترجع إلى منشأ المؤلف أن تنسب إلك أنه أنت صاحب المؤلف أنت صاحب الترجمة وليست صاحب المؤلف خلينا نحكي عن الأدوات والأساليب الشائعة في الاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أولاً عبر الإنترنت لأنا أقدر إتفاداها اليوم عفهم بس ما سماس ما خلينا نحكي عن أدوات وأساليب الاحتيال عبر الإنترنت لأحمي أنا أفكاري من خلال السريقة في كتير يمكن أساليب عم يتعرض إلى اليوم صاحب الأفكار أو صاحب المؤلف نحن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت عم تكون هي عبر أنه في مواقع وهمية أو مواقع بتوحي أنه هي صاحبة الفكرة بتخلي الناس تتبع لهذا الموقع وهو الموقع غير مسؤول قانوناً أو صحيحاً عنها الحقيقة بالتأكد بهذا يعني هذا ضبطه هو شوي إلى حد ما صعب ولكن بالتدقيق والتأكيد على صحية الموقع وعلى جدية الموقع قبل التعامل معه بأي طريقة كانت نعم أستاذ نيبال زيتون نحن نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها وقديش مهم اليوم إنه سوريين يعرفوا شو بيترتب عليهم إذا حدا تعدى على ملكيتهم الخاصة على السوشال ميديا نتشكرك كتير نتشكرك أكيد على وجدك معنا شكراً كتير لك ترجمة نانسي قنقر